اشتركوا في القناة لأن ساعات بجد وانا قليلا لما بقى صريحة قوي كده من ناحية الستات ساعات بلاقي فعلا فيه بنات بتيجي تشتكيلي وستات انا بكتشف انها في الاخر بجد هي مش عارفة هي عايزة ايه صح تبقى بتحبه عايزة واعرفش ايه وتقرفه في عيشته صح لا لا دخين وانا مش هكمل معا ومعرفش ايه وكيه ارجع على اياه بتجري وراها وبتصلحه وعايزة وتعايد بالدموع لو سبع فبلاقي ان مش بس الرجالة هي مش عارفة هي عايزة ايه لا ده فيه ستات كتير قوي عندها الاحتياجات متلقبطة دخلة في بعض فخلينا الاول ناخدها كده دول حلوين ودول حلوين اه اه شمعتش هيزع المنينة صح كده؟ كل رجالة جميلة جميلة اه وكل الستات جميلة لا وفيه ناس بتبقى فعلا متلقبطة ومحتارة يعني متخبطة في حياتها وعلى فكرة ده بيقزيها هي قبل مبيهزي الطرفة تاني خلينا في البداية نعرف الراجل عايز ايه من الستات الراجل الطبيعي اللي هي مقيس الراجل الطبيعي اللي ما عندهش امراض نفسية لعندهم فصام ولا فصام ولا ولا شيزوفرينيا وللحاجل ولا تجارب واحشة قبل كده ولا مش عارف ايه ولا هي جاي تدفع الفاتورة التجارب اللي في حياته مش هندخل في السواد راجل الطبيعي عايز يتجوز كده عايز يرتبط بيبقى دايما مصافات الراجل أنا عايز إيه من الست بسي هقول لحضرتك هو عمدها الراجل والست الاتنين بس خلينا في الراجل الأول راجل الأول أن الراجل لا هو عايز حاجات كثيرة أول لأن ده وفقا لإيه بقى للتربية بتاعته وهو متعود على إيه والثقافة بتاعته وهنقول مش الثقافة المجتمع المصري مثلا أو العادات والتقاليد لا للثقافة بتاعته هو شوف يبقى واحد كان متربي فين أنا وده لأنا عايزه خلينا نروح متربي فين وديني نموذج يعني لو واحد جاي من محافظة مثلا أرياف شوي ريفي يعني لو بنكلم انه ده ريفي وده مش عيب احنا الثلاث تربع أهلنا من الأرياف والفلاحين فماشي فالريفي ده متعود على إيه فلما يجي الجوزة يبقى مطلب بإيه ونروح للقاهري ونروح للجزاوي ونروح للسعيدي والسعيدي والإسكندراني يعني يا قصد إيه خلينا كده الحلقة دي كونتنت مختلف تماما عشانتكلم في العموم هنتكلم في التفاصيل بوسي الراجل الصعيدي طبعا في إيه يعني هنقول غالبية الرجالة مش هنقول طبعا كلهم لن كل قاعدة شروعيزة لكن غالبية الرجالة في الصعيد هتلاقيهم لا أولا الست ما تبقاش بتشتغل تمام ممكن الريف شوي بس هتلاقي الست لا ما بتبقاش تشتغل ولو بتشتغل تشتغل حاجة ليه علاقة شوية بالحاجات اللي هي الحكومية والحاجات اللي هي ممكن تخلص ساعة 2-3 وتروح تماما ما ينفعش تتأخر اللبس اللي هي حدود معينة الشكل اللي هي حدود معينة الخلفة دايما بتبقى سريعة تمام تعالي بقى ايه النحية التانية مثلا راجل القاهير لا هو عنده ممكن تكون النية أو الاسكندراني أو الجزء اللي هو بسواحل شبه بعض شوية شبهها القاهرة هتلاقيهم لأ ممكن عادي النية بتشتغل ممكن بتتأخر في الشغل بالعكس هم اللي اتنين بيشاركوا مع بعض في مصروف البيت اللي اتنين بيحاولوا انه هم يقدموا دعم شوية شوية شايلة مش عارف مصريف الأولاد المدرسة مش عارف ايه لكن هو بيدفع بقية لقصات والجمعية ومعرفش ايه والأعباء اللي هي بتاعة الحياة العادية ومعندوش مشكلة خالص ان هي تتأخر معندوش مشكلة في بعض مثلا اللبس أو الشكل أو حاجات كده ممكن يتفقوا على تأجيل الخلفة ودي نمازج كتير بنشوفها أنا وحضرتك في الحياة اه هنا في القاهرة بقى كتيرة هنا في القاهرة يقولك مش لازم نخلي في أول سنة ولا أول سنتين ممكن نستنى 3-4 سنين عشان نكون استقررنا جبنا كل حاجات البيت معين انا كليا رأيي بس في الحتة دي تفضل ومازلت عند رأي انا كايمان تمام ان انا ما ينفعش ابدا لن اقبل لن اقبل راجل ييجي يقولي احنا نأجل الخلفة بما زيكم لأ انا دايما بقول وبقول للبنات وبقول اللي هي داخلة على جواز الستات دلوقتي دي كرامتي انا انا من حق ابا ام في المعادل يعجب لكن ما يجيش راجل يلزم علي اقعد سنة سنتين وتضطر تقولي اه لا باي باي يعني اصد دي كرامة ده قرار لي علاقة بالانوسة والامومة انا هتطفق معك ايوة شو فيك كلمة دين انا لسه عايز اقولها لك انا هتطفق معك في الحتة دي لسبب دي حتتي انا لان موضوع طبعا هنا فيه ابوة وهنا فيه امومة ما انكرناش الاتنين مشاعر جميلة جدا لكله ولكن احساس الامومة مختلف احساس الامومة غير الموضوع الاب شويتين تلاتة الامومة مختلفة فهي عايزة تبقى ام من اول يوم بقى طبعا كله طبعا ارادة ربنا يعني يعني عشان بس هم مغدينها موضة هي موضة هم مغدينها موضة وهي مش موضة عيب يا جماعة لكن كاختلافات هتلاقي ان هو في غالبية الرجالة بتوع القاهرة شوية لا هو احنا ممكن نخلينا ايه قدام شوية ممكن نخلينا ان احنا نستنى سنتين لا عارف انتي بقى اللي هو ايه نخلص بقية الاقصاد نخلص بقية الفلوس اللي علينا لا كان لسه عايزين نجيب الكنبة بتاعة الانتريا والليفنج لسه ما جاتش نعمل شوية حاجات نقدر ان احنا بعدها خلصنا الجزء ده كله فنقدر ان احنا بعدها يلا بينا ايه نبدأ ان احنا نخلف دي اختلافات يعني طبعا ما بين الرجل بتاع ده وده لكن الرجل الريفي والصعيدي كامل احترامنا ليهم طبعا كلهم اهلنا لا هو من اول يوم ليه عايز عزوة عايز اولاد كتير عايز بحس ان انا عايش في بيت وفي اسرة لما يبقى عندي ولدين وبنتين ومش عارف ايه وهكذا 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 طيب ساعة بنشوف قبل الجواز هي بتبقى بتشتغل هم مخطوبين هي بتشتغل ونكحة ومعها فلوسها ومع عربيتها ونكحة بعد كده اول ما يتجاوز وهو الاول ايه بيمدع في نجاح قد ايه انت نكحة قد ايه انا بحب لست النكحة قد ايه انت وغدا بالك من جسمك قد ايه انت قد ايه ليك صحاب كتير في الشغل ومجتمعية جدا وحبوبة بقى اول ما يبتدي يتجاوز شيل دومنا على الفيسبوك البنات بس اللي على الفيسبوك وعودي بقى في البيت عشان تأخذي بالك مني طب والراجل دعي زيه ما انا هقولك على حاجة ده اسوأ راجل تقبلي في حياتك ده اهو انا راجل اهو بس نقول الحقيقة ليه بقى لان انت ارتضيت في اول يوم على ان هي بتشتغل ان هي عندها شغلة كذا عندها اصدقاء كذا في حدود الاحترام والادب والاخلام ما قلناش حاجة الزمالة عندها عربياتها وبتسوق وووكذا الاخير فده بقى كتج على بعض انت ارتضيت بيه ومع زيلك حط بقى قدامها كلمة حلوة انت قلت يا اوليوة شكلها كده ولبسها كده وجسمها والستايل بتاعها كده ايوة فانت حابب بقى ان انت تنقي ايوة لا انا دايما اقول لهم بايه لرجالة او لستات يعني خاصة لرجالة في المنقف ده انت مش رايح عند بتاع خدار ايوة مش رايح تنقي الطماطم والخيار والمش عارف ايه لا مش هتنقي انت خدت القرار ان انت خدت كذا بكل صفاتها كمل بقى على كده ما تجيش تلغي وتقول لا انا عايزة تفضلي حلوة وجسمك كويس وشكلك حلو واي واي كذا الاخيرو بس في نفس الوقت ما فيش شكل ما فيش أصدقاء ما تنزليش تروحي للكوفير ما تعمليش معرفش ايه ما تعمليش بعدين فجأة هي كبتبقى لابسة لبسة حتى لو هو خارج على المألوف بس انت روحت لها وانت عايزة ده يعني انت هي عجبيتها وكبتلبس اللبس ده اه بعد شوية بقى لا ما عنديش انا تبقى انت روما قطع ومعرفش ايه وتلبسيلي معيو ايه فالله الله طب ما انت روحت ويه كبتلبس كده انت ليه وفاقته من الاول اه مثلا ونقول للستة برضو نفس الكلام انت من الاول قلت له انا كده هفضل كده بخير وبركة قلت له انا هتغير خلاص ده زنبك بقى طب مفاتيح الراجل شوف انت اولت ايه تعاليلي ايه شوف تيبقى الحتة دي جاب الحتة مهم ايه انت جبتلي حتة مهم طب مفاتيح الراجل لو انا قلتلك بقولك ايه انا كده حلو عايز تكمل معاها على كده اوكي مش عايز انت حر هل الراجل بيتخد بيوافق ولا يعني هل لو حب قوي هيعمل ايه ولو نص نص هيرد علي يقولي ايه بصي بقى تعالي نقسمهم اتنين بس حلوة اوي الحتة دي انا احن بالليا الست فعلا تقول انا مثلا بصي حبيبي هم اللي اتنين متفقين وكل حاجة حلوة بس بصي حبيبي انا عايزة اكمل شغل مثلا او انا لبسي كده هفضل زي ما انا كده حلوة اوي هنا بقى الراجل لو هو رفض والله خير وبركة اللي اتنين مبسوطين جدا انت ما كملناش مع بعض لان احنا كده الدنيا ايه مزبوط الراجل لو وافق وكملت على كده طول عمر لك كل اللي احتراموا التقدير اه طب بفرض وافق غيرت بقى ايوا انا جايلك بقى انا لما امتلكها بس هعمل انا عايزه كل لا 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 هنا بقى غلط خالص وهي برضو ما توافقش من اول لقطة ما توافقش طبعا يعني من اول ما يبتدي يتغير تاني خالص ما توافقش طبعا لان هنا اصبحت بقى اللي هو الراجل اللي احنا قلنا عليه اسوأ اختيار ده هنا الاختيار الغلط ده اسمه ايه الراجل ده في علم النفس اه لا هو راجل ممكن يكون ايه يعني مش عايزة اقولها كلمة وحشة شوية بس اللي هو اقرب للخبيث شوية اه على فكرة برضو فيه ستات انا هاجل الستات وصبره بس ارشان فيه ستات بتتمسكن برضو يعني طيب يبقى اول واحد الراجل عايز الست الروشة الحلوة اللي بتلبس حلوة في نفس الوقت ست البيت الشطرة التمان حلو كده موجودين ليه الراجل بيخاف عايز اقولك هل حاجة للموجودين ليه الراجل بيخاف من الست القوية للراجل بيخاف من الست اللي بتعرف تاخد حقها اللي عارف حقها فين ولو جيت على طرف ليا ولا على حقي انا هعارف ااخد حقي منه بسي ايه ليه خوف في كده بسي دي فطرة دي طبيعة دي طبيعة في الرجل بنرجع لها شوية لأدم وحاوة يعني في البداية خلص حاوة كانت خلقت منين كلنا عارفين منضل على الرجل فهنا الحتة شوية هي جاية للراجل وجاية للست زي ما الست أفضل حاجة عندها الاحتواء والحضن حتى اللي هو الطبيعي ما بين الرجل وامراته يعني أو الأخ واخته حتى ده بيفرق في مشاعر الست جدا نفس الكلام بالنسبة للراجل هو الراجل حاس إن دي جزء منه وإن هي بتطلع منه وإن هي بترجع له تاني وإن هو لازم هو اللي بيفضل مصيطر شوية خلينا نتكلم بصراحة فبالتالي فبالتالي هنا معادلة الست الزكية بقى هي تاخد قرارات وتبقى شخصيتها قوية جدا وقيادية جدا ولكن يعني تبقى مع الرجل لا فيه أنوسة فيه شكل مختلف وفيه في نفس الوقت تقدر إن هي ايه تاخد كل القرارات هو اللي ياخدها بمزاجها بس هو مش كل الستات يعني السدين بالنسبة لي هو خبص على زكاء يعني وأنا ما حبش الستة الخبيثة بصراحة يعني أنا أفضل الستة اللي تبقى واضحة وعارفة يعني مثلا إيه لا أنا ما قبلش بدها أنا مثلا وأخد قرار إن أنا السنة دي هننقل البيت كذا 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 لكن فيه ستات اللي هو إيه اللي انت عاوزه يا حبيبي حاضر اللي انت عاوزه بعد كده طب إيه رأيك لو عملنا كذا طب لو عملنا بيقولوا عليه زكاء وبيقولوا عليه دهاء يعني فهل هو مطلوب في الزمن ده قليل من الدهاء مع قليل من الزكاء حشان تعرف توصالي للراجل إنه ياخد القرار لا 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 إحنا خلينا إنه هو زكاء بس أنا متفق معك إن الأولان دي لأ خالص اللي هي طب يا حبيبي ماشي 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 وهي بتضغط على نفسها هتجي في وقت ملاقوات أنت هتلاقي نفسك خلاص مخنوة مش قادرة أنا هتطر أقول لا أنا هتطر أنفجر شخصي الحقيقة هتطلع الحقيقة هتطلع أيها هتنفجر أمال أجمل 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 فغزبا عني في مرة هتطلع أقول لا أنا مش مبسوطة كده أنا متضاقية كده وهنا تحصل إنه هيرف العلاقة صح طب قبل ده لا خليكي أنت اللي هو الزكاء الأنسى الجميل الحلو وكل حالة يعني أنتوا كرجالة تحبوا الست الضعيفة؟ مش دايما لا مش دايما يعني فيه رجالة بتحب ست ضعيفة فيه رجالة تحب ست قوي نسبة كبيرة من رجالة مش أنا قادر نقول يعني 60 أو 70% من رجالة بيحبوا الست الضعيفة ليه لأنه عايز يحس برجلته وبالسيطرة ولكن ده الراجل أنا اللي هقول المرادة عشان رجالة لو تزالت مني لأ ده الراجل كده يعني فيه حتة غباء شوي لأن هي الرجولة مش بالنهاية تقولك حاضر وطيب ونعم وأن هي تسمع الكلام وأن تبقى ضعيفة لا هي معاك أنت امرأة ولكن هي قوية جدا شخصات قوية في شغلها في بيتها مع أولادها معاك في الكرارات لأن طبيعي جدا أنتوا الاتنين بتشاركوا بعض كل الكرارات وكل الأراء زي ما حريك قلتي مثلا ننقل البيت في الوقت الفلاني طب إحنا لو جينا تكلمنا عن أقدرت البيت يعني طبعا أفضل حاجة الست الست تربية الأولاد الست بالضبط جيتي اتكلمت في حاجات كتيرة أوي هنقولي الست بصراحة والست المصرية المتميزة في الحتة دي جدا تعالي ويقول الراجل اللي هو معي عشر تلاف جنيه زي مئة ألف جنيه اعرف اعمل بيهم حاجة مش يعرف مش يعرف مش هنعرف احنا الرجالة مش هنعرف لكن الست ده هتعرف وتجيب لك كل حاجة وتاكل أحسن أكل وتخرج وتفسح وتعمل كل حاجة ومحوش لك فلوس صح بالطبيعة كمان حتة الفلوس دي هنرجع بس هنطلع فاصل نرجع ليه دايما الراجل يحب يعرف كل حاجة عن مراته معاها كم كم في البنك صيغة قد ايه أبوها دها مصروف ولا بديهاش مين أخوها سعيدها ولا مساعدهاش لكن هي تعرفش عنه حاجة أبدا تبقى ست بقى ايه بتنقش ست نكاشة عايزة تعرف معايا ايه وشايل كم في البنك ست مش كويسة ست دي لا 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 دي رهيبة أنا خاف منها بعد الفاصل تعالوا نشوفوا التقرير ونرجع لكم تاني التواق والاحترام وكل حاجة دا حاجات كتير مش عارفة كلمة حلوة بس أعطاك دي أسهل حاجة يعني محتاجة قرابل والله احنا عايزينهم يسيبونا في حالنا وخلاص مش عايزين اي حاجة تانية احنا ناس مسلمة جدا مش عايزة حاجة والله احنا كويسين والستات كويس ممكن يكوننا في حاجة كتير تضايق الرجل من الزاد إلي تهتمام حس الأفسان هي أعلى منه يعني بحسها دي أكتر حاجة بتضايقه يعني أولهم الزن وآخرهم الزن الزن والنكد أنا بتضايق من عنده بس أرجعنا لكم مرحبا مشاهدينا ولسا معنا في الستوديو الدكتور سامح النصر استشاري لعلاقات الأسرية ونروح بسرعة للنقطة اللي أريكم تفكلم فيها ليه دايما الراجل بيخاف يقول فلوسه كام للست اللي معاه احنا زهقنا ليه دايما الراجل بيخاف ان ست تعرف عنده كان في البنك وليه عايز يعرف كل حاجة عن مراته وهي ما تعرفش عنه أي حاجة آه بقول لكم لا وحشة أول رجالة دي وحشة أول أقول دكتور سامح حالها بنفسه آه لا لا وحشة جدا ليه لأن انتوا الاثنين متى عارضين على الصراحة يبقى الصراحة كاملة عليكم انتوا الاثنين آه أشمعنا يعني زي ما انت لا ده أنا أقول لك على حاجة احنا عرف أصدقاء كتير مش اقول لي اسمها بعد الحلقة احكيلي حكيلي يا دكتور سامح آه يعني هو بياخد مثلا آه عشر تلاف جنيه يعني بقول لاي رقم يعني فهو بيقول لها دول ستة بالعافية آه خمسة مش عايزيني يزودوني آه عارف أنت خمسة خصام لي ايوه اتخذها مش عايزيني زيودوني مدير ابن اللي مش عارف ايه ما فيش طب ليه ليه حبيبي كل ده حتى لما يجيلوا حوافز ولا بونس في الشغل ولا ولا مجيش ما بيقولش وماشا بونس اي كلام ده لأ مش موجود ليه ليه ويديها المقدار ده ويفضل هو محتفظ بالباقي طب انت بتانبيه ويقولك لأ عشان ما تطمعش فيها آه آه عشان طلبتها كتير دي ما بتصدق أو ما تشوف معايا فلوس بتاخد كل اللي معايا مثلا تيجي بقى انت تعرف الست دي مثلا أو تبقى عارفهم احنا اصدقاء مثلا على المستوى العائلي وتبقى عارف ستة اللي ايه مدبرة جدا لقيها عمر محترمة جدا آه محترمة بل بالعكس هي تقوله بص انا سعيب الفلوس في الدرج بقى خد الفلوس انت مش خارج مع اصحابك أو لما يجي جيب هداية مثلا أو يامل اي حاجة لأ خد الفلوس الحمد لله احنا عندنا فلوس في البيت طب ايه ده طب ده راجل طمع جدا ويعمل نفسه بخيل ويعمل نفسه معهوش عشان ياخد فلوس الست انا اللي هجنين يا دكتور سامح ليه في بعض الرجالة بتستحل شقة وعرق الستات لا هي دي بقى انا هقولك على حاجة بقى صريحة بقى يلا بقى اللي يزعل يزعل بقى واخد بالك انت دي مكتوبة كلمة زكر في البطاقة غلط خالص بصي بقى احنا صرحة ليه بقى لان دي مكتوبة غلط يعني انت دي ما فيهش اي صفة من صفات الربول ايه طبعا باستثناء الراجل اللي تعبان اللي ظروفه وحشة لا لا باستثناء اللي يكون ظروفه تعبانة عطلا ايو ايو ما اللي بقولك حتى تعبان وعلى فكرة ظروفه لو تعبانة ستة بتبقى بتصرفها مبسوطة وحسة بالجدعانة وحسة ان هي شايلة بيتها وجزها يا ما شفنا ستات مصرية جدعان جدا والغاية دلوقتي فيه ستات شايلة بيت فيه ست سبع عيال وجزها مثلا عنده الكاب التعبان ولا شايل كلا ولا ولا وقاعدة بتصرف وبتربي العيل وتلاقي ايه وعمرها ما تحسسوا ان فيه حاجة يا ما ستات مصرية جدعان بعت الشابكة بتاعتها ومش عارف ايه والحاجات دي كلها بتستغنى عن مصاريف حاجة معينة دول انتو لك وكل الاحترام والتقدير لكن الراجل بقى اللي من الاول مستني الستة تصرف وآه طب انت معجيش فلوس بقى مرة دي طب انت خدتي كم من شغلك طب معلش مرتبك الشهر الجاي ممكن ما تجيبيش بقى ميكاب وما تجيبيش لبس عشان عايزينه ندفعه في كذا ايه ده انت راجل يعني انت اقف قدام من برية واسأل نفسك السؤال ده هل انا كده مكتمل صفات الرجولة ولا عندي حاجة نقصة عشان نفكرك بس احنا الحلو ان احنا بنسمع البنات الكلام ده عشان ياخدوا بالهم يا طبعا طيب نروح تاني الراجل عايز ايه من الست اللي بيرتبط بيه بوسي هو الراجل عمتا هو كائن بسيط يعني الفرفوشة النعنوشة الامر دي هو بيقلبها النكادية هو كائن لا لا يعني ياخدها فرفوشة وتبقى بتهزر وبتضحك وبتتنطل تبقى وزلات دنيا لا 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 فرفوشة كانت اعمر وكاريزماتيك وكل الناس بتحبها يقلبها يحولها نكادية ومحدش بطيقها أصلا لا لا بوسي اقول لك العجل هو الراجل كائن بسيط هو عايز يحس دايما ان هي هو بيحتويها رغم ان هي بتاخد القرار زي ما قلنا بالحتة الزكاة شوية ولكن هو اللي بيحس دايما ان هو بياخد القرار هو اللي بيدي الأوردر هو اللي بيختار مثلا مع ان هي اللي مختارة برضو فالراجل عايز يحس دايما ان هو القيادي او هو اللي بيتمتع بالصفة بتاعه القيادية او الرجولة في النواب يمارس ده مع حبيبته وصحبته ومراته وكذا فهو الموضوع بسيط جدا للرجل هو ده وعايز حاجة تانية بقى مهمة او ناس كتير قاعدوا تسألني على الموضوع ده هو الراجل عايز يبقى ايه اقول له الراجل عايز حقا واحد يبقى مرتاح تعالي بقى اندور مرتاح دي في ايه يعني اني صفة في حياته اه يعني في راجل مثلا نرجع بقى الأمثالة الشعبية والحاجات دي كلها سره في معدته اه هو بيحب بيأكل أكل حلوة ومش عارف ايه ويحلي وكبيت الشاي ومعرفش ايه هو عايز كده بس كده هو طلباته بسيطة يعني الراجل عايز يعيش مرتاح جدا هو بس كلمة مرتاح دي الراجل عايز يجربها وعايز اقايش مرتاح طب ازاي ستة تقرب من الراجل وتفهم احتياجاته ومدام هو عايز طلباته بسيط بما ان الرجال travel طلباتها بسيطة الراجل عايز يعيش مرتاح بس اه طب انا زي اقرب له وعايشه في الراحة دي ممكن يكون عاملاله حاجات كتير قوي بس مش هيا دي الراحة بالنسب من براو عليكي صح أيوة ممكن تكون عامل له قلبه البيت ده جنة هو مش عايزه هو بيحب يخرج بيحب تشاركه في خروجاته تمام كده تشاركه مثلا في النية تعمله أكلة حلوة لأنه هو يصحى من النوم يفتره مع بعض عشان هو رايح الشغل بسرعة يعني هو حاجات بسيطة هتعرفها منين؟ ما لغاش حل إلا التجربة والوقت والعشرة بالعشرة عشان كده الناس لما تيجي تقول لي اتخطبنا في شهر واحد ونتجوز كمان شهرين قالوا ما تصبروا شوي اعرفوا بعض أكتر يعني ما لغاش حاجة لما نعرف بعض أكتر بالعشرة دي لو خطوبة سنة مثلا كفاية؟ سنة حلوة سنة كفاية معقول يعني السنة ضد التطويل برضو لا 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 يعني ضد إن الخطوبة تفضل كتير برضو بتبوز برضو يعني مش حلوة هي سنة طبعية سنة حلوة قوي هنمر بحاجات كتيرة في السنة دي هنمر بشغل بمشاكل بأعيات بمواسم كل ده بيتبين وإحنا طبعا ما شاء الله عندنا في مصر الآيات كتير فهتبين الحقيقة عاملة ازاي تمر بصيف بشيتها بتقلبات هتمر بكل حاجة هتعرفه بعض أكتر طيب انت قلت الاحتياجات ممكن ان هي تقعد معايا وتتكلم وتفهم هو عايز ايه ايه اللي بيحبه ايه اللي بيرتحله طيب ده الراجل اللي بيتكلم ده الراجل الايه اللي بيتكلم في بقى بعض الرجالة الصامتة ما بيتكلمش طب انا افهم ازاي احتياجاته ايه افهم ازاي هو اللي مريحه ولي مش مريحه نفهم ازاي الراجل الصامت دول مش اعرف ادفع عنهم دول انا معاك لانا مش اعرف ربنا معاكوا بقى انت ساكت طب هيها تعرف من اين تعرف من اين طب فين دايما نقول ايه كلمة اللي هي فين الكاتالوج بتاعك ايوا بزا ما انت ما قلتوش ودي حاجات شخصية يعني عمرنا ما انا عرفها من بعد حاجات صعبة قوي جدا انا عرف من اين انت بتحبي ايه وتكره ايه الا لما اشوفك مرة واثنين واثلاثة ونبقى في عشرة ونقض ونتكلم وتقوليلي طبعا الراجل او ستة يعني وتحاول الستة تنكشه وتحاول تتكلم معاه قولي طب عايز رجالة بتبقى تقيل قوي بشوف رجالة كتير قوي يقوله لا ايه لا انت زنانة سألتني عشرين مرة انت مالك عشان انت شكلك وحش عشان انت لو رضيت من اول سؤال هي مش هتسأل العشرين مرة هي مش زنانة الزنانة دي في حاجات تانية لكن ده مش زن بالعكس ده بتقولك انت مالك عشان هي عايزك تشوفك كويس انت وحش انت مكشر انت مدى انت على طول متعصب فبتقولك انت مالك عشان تنطق عشان تقول والاهتمام ما يست هي الست اصلا دايما حوالين جزء حوالين الراجل بتاع يعني دايما عايزة ترضيه دايما عايزة تدلع مشاعر واهتمام هو ده الهتمام يجي بقى رجالة يقولولي طب ما احنا بنسأل ستات كتير عشرين مرة اقوله كم عشرين لا انت مفوت تسأل متين ده الفرق بقى ما بين طبيعة الراجل والست يا جماعة ما احنا لازم نكون متأكدين من الكلام ده لازم تقول اكتر الست وفي توقيتات معينة وبشكل معين وبسلوب معين عشان هي تقولك مالها او تقولك ايه مشكلة ده مش عيب صح بس الصح ان انت تبقى عارف ده وعارف ده والرجل يبقى مقتنع والستة تبقى مقتنع عشان دي طبيعة طب دكتور سامح هل لست في عندنا أزمة منتصف العمر ولا ده بقى طايتل قديم نا بقى اه الموضوع انا بحسه انا على مستوى الشخصي كسامح يعني لا بحسه ان هو لا مش ما بقاش زي زمانة لا مش موجود لانه يمكن انفتاح المجتمعات بطريقة صعبة قوي فما بقاش فيه أزمة منتصف العمر بقى كلها حاجة متاحة من صغير ولا كبير اه 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 واشا اقولك الدنيا لما اتطورت شوية سن الجواز بقى بيفرق اصلا الجواز كده كده بقى متأخر شوية عن زمان لا فيه ناس بتتجوز سنة ومش قادر تكمل فيه بيعوضوا سنين عشرة وانكملين فالموضوع لأ كان التايتل ده كان زمان موجود صح بس ساعات بعد اقولك على حاجة بعد مثلا الخمسين او ساعات بعد الاربعين الراجل فجأة بتغير والستة بتفضل زي ما هي اه كتير يعني الراجل فجأة عايز يعيش حياته وفجأة عايز يحس ان هو صغير فجأة ايه ده فالستة اللي هو ايه مالك يا بابا مالك يا حبيبي فاللي هو طب هو بتغير ليه وهي خلاص بقى يعني ايه يعني مش هنقول بقى كبرة لا طبعا يعني هي زي ما هي ايوة هي قدو ممكن تكون اصغر منه كم سنة لكن هي الفكرة كلها ان هي شايفة ان التجاهات الحياة بقت كده دلوقتي لكن هو لا هو رجع وراء شويتين تلاتة الرجالة بقى دين نلحقهم بقى بدري بقى الشباب بقى دلوقتي نقولهم ايه ما تقعدش اشتغل قوي ما تقعدش اشتغل واكتهد وابلي نفسك وكل حاجة بس ما تشتغلش قوي وما تعملش كل حاجة بدري في حياتك قوي عشان عتيجي قدام تزهق ايوة هي دي الفكرة خلي بالك وقال موضوع بسيط هو انتي عارفة اول ما بيتخرج ما تفر بقى من كلية ايه بيبدأ ان هو يشتغل وياخد كرسات ويشتغل شغلانتين وتلاتة يخش في مرحلة الجواز فما بيستمتعش اول حياته اه ما بيستمتعش يخش في مرحلة الجواز يجري عشان يأسس نفسه وبيت وشقق وعفش وحياة وجواز ومصاريف يفضل ضغط على نفسه وعشرين تلاتين سنة ايه انا قابلت حد في مشكلة كده فكان نفسه يدخل هندسة يعني الكلام جاب بعض فبقوله ليه ما دخلتش هندسة ما انت دخلت قال لي حقوق وهو بيشتغل في مهنة تالتة خالص يعني لا هندسة ولا حقوق فبقوله ليه يعلم مثلا قال لي قال لي انا في سنوية عام كنت شاطر جد وكنت هدخل هندسة بجد كان نفسي يبقى مهندس بس زاكرت اوي من اول يوم سنوية عام فقالت له طب دي حاجة حلو قال لي لا ده انا دست دست جمد المطور على اخره جيت اخر شهر في سنوية عامة انا مش قادر ازاكر فما جبتش مجموع مسلا بتاعك ده مظبوط جدا صح ليه لان هو ده اسم الاوي دايما بنشبههم مش بالسبق الزغير لا بالمرسون الناس كلها طبعا عارفها المرسون سباق بقى كذا كيلو مش عارف قد ايه فبتلاقي ان هو ما حدش بيجري من اول خطوة من اول مئة متر بسرعة لا بتاخد نفسك وبتجري بالراحة 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 عشان تقدر تكمل المسافة دي كلها فهي ما تجريش قوي ما تتعبش قوي ما تشتغلش ثلاث اربع شغلانات وطرهك نفسك يعني ما شافش بقى ان هو يخرج مش عارفه سفر يروح فين ويعمل ايه ويروح بس التجارب دي هاي اللي بتكون خبرة بسرع التجارب دي اللي بتخليه ناضب كده عنده نضج عاطفي بسرع ونضج مجتمعي بسرع يعني لكن بجد اللي هو العشوائي ده تحس ان هو ممرش بتجارب علمته بسرع قس الدنيا بتعلم الحياة بتعلم وبرده عارفة بشكل تاني مثلا زي ايه زي ما بتلاقي واحد يعني يقول ايه هو محروم هو ما له بيعمل كده ليه ايوا احنا بدون مستغربين بسرع لكن هو فعلا هو محروم هو قاعد فترة طويلة ما عملش ده وما عملش ده وما عملش ده وعمال يجري بسرعة ففجأة كده هو بس النفس وبس ورا ايه ده مع انه على فكرة بقى معاه فلوس كويسة ووضع الاجتماعي كويس ومتجاوز ومخلف بس عايز يبدأ يفك شوية ايوا طب ما كنت امشي بقى حياتك طبيعية خالص عشان ما تدهيقش يعني خلينا في نهاية الحلقة كده نقول حاجات مهمة كده دسمة ورا بعض يعني عشان انا اقدر افهمك ونت تفهمي مفروض نعمل ايه احنا الاثنين اول حاجة اتكلموا مع بعض النقاش والكلام بكل صراحة ما نخبيش على بعض حاجة زي ما اتفقنا لا راجل ولا ست ونتكلم مع بعض دايما ونقول الصراحة من اول دي ده ده اول حاجة كده تاني حاجة لو قعدت تدور كده كده على الست دي من اول يوم انت لقيت الست الفرفوشة الحلوة هتخدها هتكمل معا كده هتدور على الست بتاعت الست البيت بشكل معين خدها من الاول كده لا تقعدها من شغل ولا تلبسها لبس مختلف ولا اتيتود مختلف ولا اي حاجة مختلفة ده قرارك انت كراجل الست لو لقيت تغيير هو قافي ويعمل ستوب وطلوبي التغيير في حاجة زي كده لان ده اللي ما اتفقناش عليه يعني اهو بنقول النصيح للرجل يعني ده نتنازل على عن اهتماماتي واحتياجاتي ولا هو يتنازل محدش يتنازل يعني لازم ناخد بعض جاهزين يا جدعي يعني مش داخلين نفصل بعض يعني مش داخلين نفصل بعض احنا احنا انا اخدت جاهز زي ما انت عاجبني عاجبني واش عاجبني سلامه عليه بك تجي على بعض وكده اخدته وانت اي خلاص انت راضي بالست دي وانت راضية بالرجل ده تمام اي ضرب في العلاقة ما تشيلش وابدأ قعد وتكلم تاني نرجع للصراحة تاني كراجل وكست بشكر ضيفي جدا جدا انا دكتور سامح ناصر استشاري لعلاقات الاسرية بشكرك جدا يا دكتور سامح نورتنا فيه حكا شكرا يا سيد زمان شكرا مش هادينا طبعا انتو عارفين رأيي يعني مش محتاجة اعمل استرس على رأيي في القصة دي لكن الكلام فعلا زي ما دكتور سامح قال نتكلم نتكلم زي حتى قالوا اتكلم عشان اعرفك يعني لما الواحد بيتكلم يفتع بو كده ويتكلم انا بفهم ده مثقف ده عشوائي ده بيتفزلك ده صوته عالي ده ما بيقول ناسي تقعد تنطق كلام انجليزي هم مش فاهمين يعني انجليزي فبعرف الشخصية اول ما بيتكلم فانتو الاتنين عدوا تكلموا انت تكلموا عن احتياجاتك يعني انا دلوقتي بشوف انتو ما بتجوش غير باللي انا بقولوا ده بشوف دلوقتي بنات وصغيرة يعني يا ستاتي اللي مش قادرة تتكلمي ولا تقولي احتياجاتك بشوف بنات صغيرة عشرين اتنين وعشرين سنة بتقعد معاه مرة مرتين تلاتة تعارف تلاتة مرة بتقولي انا قلت له احتياجاتي ايه انا بحب كذا وما بحبش كذا انا بحب كذا وما بحبش كذا لما زعلنين تعمل كذا وما تعملش كذا لقيته مصمم هو هو عايز هو اللي يمشيني على كلامه او يسخرني اللي هو عايز يغير طبعها قالتلي لا طبعا سلامه عليكو انا ليه اهدرتقتي وصحتي ووقتي مع واحد هو مش عارف يفهمني ولا عايز يفهمني خلاص كده تمام ابتدينا نفهم اللي هو انا مشى في التراك لا من اوله من اول النفق مش لازم ادخل النفق المظلم وهو وصل غاية نهايته وابقى معايا تلات اربع عيال وعمللتم وصوت وعايت فمن الاول متفاهمين تمام عارفين نتكلم مع بعض الحمد لله بيعرف يصالحني لما بزعل الله اكبر الجمال ده بيعرف يرديني ويطبطب على خطري كل الحاجات دي بتفرق في الحياة لكن لما بلاقيه في الاول صامت وقامت وجاحد لا خلاص ما يناسبنيش ما يناسبنيش اللي ما يناسبنيش يبقى باي باي صحي كده يلا اشوفكم الحلقة الجهة على خير ان شاء الله ودايما معاكم امام مختار ويحكى ان على شاشة القناة الاولى